السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابات الصف الخامسة الابتدائي في حل ملحق البهر ومعنا النهاردة حضرات امتحانات الأظهر الشريف آخر امتحانين موجودين في الكتاب هنبدأ بسؤال الأول استمع واختر الإجابة الصحيح مي نيم اسفريدا اي هف وات سستر هر نيم اسف دينا هي داستن لايك شوكولت مي انكل سلس اجز از ا ماركت داستن لايك شوكولت لا تحب الشوكولت طبعا دي مين اللي هي ايه فريداز برازر ولا دينا طبعا هي دينا يبقى نختار هنا ايه دينا فريداز عنكل عام فريداز سيلز بي بي ايجز از ا ماركت تعالنا في السؤال التاني ريد انكم بليت زا دايالوج وز ويردز انزا بوكس اقرأ واكمل محسب كلمات من البوكس عند كلمة كلي سلصات جوب وظيفة كرافت سمان حرف what job do you like to do ايه الوظيفة اللي انت عايز تعملها يبقى what job I like to be انا عايز اكون craftsman حرفي why do you like this job I like making beautiful pots from clay سوال التاني read the following and answer the question it's spring are passing بتزن طبعا هي البيز النحل اللي بتزن the grasshopper is gerard is lazy كسليل ماذا كده السوال التارد الرابعة choose the correct answer اختر الجابة الصحيحة she is good at طبعا احنا عارفين ان good at بعدها الفعل في I like her food very much بحب طعمها كسير جد number two is good at playing handball اسراء جيدة في لعب الهامبول طبعا هنا good at تعال بعد كده عندي الامتحان اه صفحة التسعين الازهر برضو الشريفة هو سبتاشر هل يبقى بسعين الاستماع نادا loves playing squash she is very good at it because she can move fast نادا plays her this sport in a small court with walls all around she has a small green racket she hits the ball hard with it سوال اول نادا loves playing squash تحب تلعب ال squash نادا can play squash in a small court تلعب في السحة صغيرة سوال التاني read and complete اقرأ واكمل ذات الكس with word in the box عندي تنس اللي هو قرة التنس يشاهد وقلاب النادي ماذا تشاهد وطري واتش بتشاهد ايه يا سوال وعرفنا كمان اسم الشخص اهو يجي في الاخر نحط قابلكم لما يبقى مناد سوال تنس مباريات مباريات تنس هل بتلعبها نعم بلعبها في الكلب تعال في سؤال ثالث read the following text and answer the question one day ذات يوم my family and I انا وعائلتي were driving through the desert كنا بنقود في الصحراء to visit my cousins عشان نزور اولاد عمنا after 20 minutes بعد 20 دقيقة I looked out of the window بصيت من الشباك and saw a sand store وشفت عصفة رملية soon سرعان there was a lot of sand in the air كان في رمل كتير في الهواء outside the car خيري السيار and it was difficult to see كانت الرؤية صعبة there were other cars on the road كان في سيارة تاني في الطريق then suddenly بعد كده فجأة the sand storm moved away العصفة انتقرت we saw the sun again شفنا الشمس مرة تاني and drove on the desert واستمرنا في قيادة في الصحراء السؤال الاول the family were driving the desert العائلة كانت تقود في desert الصحراء خلي بالك من كلمة desert كده صحراء وال desert اللي هي تحلية after بعد 20 minutes طبعا في النص هنا بعد 20 دقيقة اهو after 20 يبقى هنا اختار 20 after 20 minutes they saw a sand storm they drove on the desert again when they saw the لما شافوا ايه الشمس بعد كده عندي سؤال اختيارات choose the correct answer i انا traveling by boat to the island with my friend i was traveling طبعا i بتاخد ايه بتاخد غوز number two dirty water المياه المتسخة can make children and old people healthy ولا ال ولا طبعا المياه المتسخة بتخلي الاطفال والناس الكبيرة ال المريضة كده يا حضرات انا خلصت معاك ملحق كتاب الباهر الصفر الخامس البداي ودول كانوا اخر امتحانين في نهاية الملحق كده خاصين بطلاب الازهر طبعا حصل تعديلات في مواصفات الامتحان انا عملت فيديو خاص بيها بالتعديلات دي السؤال الاول تعدل تستمع وتختار بدل ما قلت بتستمع وتخط صح وخطأ لا هيبقى اسأل واحد استمع انك هتستمع وتختار ما بين الاقواس كمان عندي سؤال تاني جد علي وهو سؤال تصحيح الخطأ طبعا ده برضو عملت فيديو بي وان شاء الله هنحل مع بعض المراجعة المتميز وان شاء الله هنحل النمازج المعاصر النمازج المطبقة للمواصفات الجديدة وهنحل مع بعض النمازج الباهر ان شاء الله في حاجات كتير هنعملها ان شاء الله مع بعض كمان عايز اقولك ان انا سيب لك رقمي على القناة على لمحة رقم الواتساب بتقدر تبعث لي لو فيه اي سؤال عندك او فيه اي حاجة عايز تستفسر عنها وانا بفضل الله برد على كل الناس وده احتأمركم في اي حاجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته